يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون شكرا للمشاهدة كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمامي عنكم؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله أنتعب تشوفوا فيديو اليوم تكونوا بألف صحة وخير أول شيء نسمي بالله ومصلي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبلش الفيديو سواء طبعا اليوم مثل ما شايفين أنه عنوان الفيديو هو محشي على غفلة وفعلا هو كان على غفلة سبحان الله يعني الواحد تكون أنه ناوي على طبخة وصير طبخة ثاني طاول يعني فهيك رح أحكي لكم هلأ كيف يعني أنه قررت فجأة نساوي محشي هلأ مثل ما شايفين أول شيء عندي الصغار بحبه كتير الكورنفلكس والحليب طبعا ما في ولد ما بحبها الأكلة فأول شيء هلأ هذا ما مفطول نظامي يعني لأنه هذا ما بشبه يعني بس أنه بغزي فيه وفيتامينات فيه وهيك للولاد الصغار حتى أبني كتير بيحبوا يعني فاللهم صلي عن نبي يعني ساويت لهم هيك لكلمين صحا يعني وأكلوا بعدين طبعا لفيت لهم صندويش يعني بعد فترة ساعة تقريبا لأنه مثل ما قلت لكم هاد الأكل ما بشبع بدا بعد ما خلصت أكل الصغار فهيك حاولت أنه نغير شوي يعني أنه عن القهوة عن الروتين مثل ما قلت لكم فحبيت أساوي كاسة نسكافا بس سبحان الله حتى إذا يعني الواحد شرب النسكافا فالقهوة بتضل غير شكل يعني هيك غير لما بتحطي دولت القهوة على الغاز بتطبيها البنات في ألبون بتضغلي القهوة الديحة هيكة كيف تقول لكم بتخليك تصحصح يعني عند الصباح يعني بس مثل ما قلت لكم أنه يعني تغيير روتين يعني سبحان الله حتى صبت الأهوة بالفنجان يعني مثل ما بقل لكم مثل كيف ده أقل لكم إلى يعني أكابريتا يعني الأهوة إلى أكابريتا فهيك يعني قلت طغير شكل بس رجعت شربت قهوة يعني هون مشربت النسكافا بس رجعت شرب القهوة بعد ما خلصت النسكافا طبعا أنه اللهم صلى عن النبي صليت الدوحة لله الحمد بعدين اللهم صلى عن النبي قمت أبلش ب مثل ما بقوله غراض الطبخة كنت ناقا رز طبعا ما مباشر يعني يعني بعد كم ساعة كنت ناقا رز تقريبا نقعت أربع كاسات رز زبط الطوم حطيت للرز اللهم صلى عن النبي حطيت له دهنة لحمة تبسة باندارة أو بتقوله ميت فرانجة حطيت طوم أنا بحط شوية طوم سنان طوم بالرز بيعطوا طعمي ولا أروح عن جد كتير كتير الطوم بقلب الرز طيب حطيت نعنع حطيت بهار حطيت ملح حطيت طبعا تبقى في كون دهنة كمان وسمنة معلقة سمنة واحدة طبعا ما كترت سمنة لإني اللهم صلى عن النبي هي مدهنة يعني فيها دهنة لحمة وحطيت كمان دهنة فما كترت يعني وطبعا تبلتها هلأ ساويت أنا أول شي كوسة تقريبا ثلاث كليات وشوي فأقل كمان أقل لا أقل من ثلاث كليات يعني قلت مارة كفي حرفته كيف فقلت يعني هيك خطر عبالي هي اللي بساوها الأتراك اللي فلافلة هيك بيجي موضيلة متل ما لكم شايفين فكمان أنه كان فيه شوية فلافلة فساويتها فزات حشوة شوي كمان أنه ساويت بطاطا أنا البطاطا كتير بحبها بمحشي فهيكي كم بطاطاية متل ما لكم شايفين كمان أنه عبيتهم يعني عن جد طلعت أكل كتير كتير طيبة هلأ أحكيكم إيش قصة الكوسة الكوسة أنه أنا كنت ناوي أساوي سأعطي الكوسة باللحمة وجنبه رز أكيد بتعرفه طبعا كلكم لما جاب لي جوزي الكوسايات فهيك حسيتهم عن جد شغل محشي متل ما شفتوهم هلأ يعني صغار أنتو شفتوا المحشي يعني زي ما كانوا الكوسايات صغار بتحسوهم يعني موضبطين فجايب لي الكوسة عن جد صغير فاللهم صلي عن نبي الكوسة صغير فحسيت لأ هذا شغل محشي وشغل أنه مساقعت الكوسة يعني مساقعت الكوسة لأ أحيانا الكوسايات بيجو يعني بيجو هيك حجم الحجم موسط فلأ أنه قلت هدول شغل محشي فما يعني عن جد جابهم جوزي وحط رئاسه ونام ما توقع أنه يفيه يشوف محشي قدامه يعني فوقتا صدم قال لي اف العادة محشي قلت له ايه لأني عن جد شفتوهم أنه ما هو شغل مساقعة لأهدول شغل محشي فمتل ما لكم شايفين ساويتهم وزبطتهم طبعا ما طولت فيهم كتير لأني متل ما قلت لكم يعني الكمية تقريبا 3 كليات وما بطولوا أبدا الماء على الغاز أنا المحشي لأني فورا بحطوا لهم ماء سخنة وحطيت لهم اللهم صلى على بي متل ما شفتو دهنة طوم نعنع يابس وسمنة وطبعا ما بكتر لهم سمنة كتير لأني هنا متل ما أبقى لكم مدهنين وآخر شي بحط لهم ملح بحط لهم هيك رشة حمضة كتير صغيرة لأني أنا بحب مرقة المحشي كون فيها حمودة وبعدين بعد ما حطيت متل ما شايفين الطنجرة على الغاز حاولت هيك بحب أنا أنه ألم أول بأول ما بحب التكوم جلي كتير وخصوصي إذا جلي زفر فما بحب يعني فورا هيك شفتوا أنتو تعودتوا على التيناتي بحب ألم أول بأول فهيك لم نمت هات جليات وخلصت الليه الحمض وبعدين هيك عملت لي مسحة للسيراميك لأن إجباري الواحد هو عبشتغل إلا ما اضطر لنقطة هون نقطة هون على السيراميك أو على الغزانة أو هيك فالواحد بتضل الوسواس في عقله ما بيحسن فعندي اللهم أصلي عن نبي هدول المحارم هلأ بتشوفوهم بفرجيكم إياهم كتير كويسي أنا عجل باستخدهم من فترة كتير عجبوني لهالشغلها أنه بيمسحوا الغاز السيراميك المرياية وما بيعطوا أبدا تمويحة بعد ما يمسحوهم أبدا فكتير عجبوني بس مو أنه شيء أنه مثلا أنه كل الغاز كتير منزفر أو كتير وسيخ لا هبام لطفه هون إجباره بالدو يعني أنه منظفات خاصة بس أنه مثلا أنه بعد طبخة ما أنه تكون زفرت أو هيك فلا ممتازين وكتير كويسي هلا أنتم ما بتعرفوا أنا بحب أفرك عينات الغاز الألمنيوم بحب بالصابون الغار لأنه بيعطي لمعة كتير قوية وبدل محافظ على حاله هلا أنا صلوا عندي هاد غازي تقريبا سبع سنين أكتر شوي بسم الله ما شاء الله العينات عن جدك أني هلا جايبته عارف جايب الغاز عرفته كيف يعني هيك بحب سابون الغار بيعطي لمعة لمعة كتير وبنظف مثل ما قلت لكم هيك خلصت الجريات وبعدين هيك مسحت عملت مسحة الاستراميك ليفت المرمرة يعني خلصت الحمد لله هدول المحارم اللي عبق لكم عليهم يعني المحرمة صايرة يعني كيف دا لكم يعني الحجم صاير محارمه كبير يعرفته شلون فكتير كويسي وهون كانت خلطة طبخة الحمد لله شوفوا لي على هالمنظر يا صدايا عن جد شي بشحي وقول لما فق جوزي عن جد انصدم انه قال لي معسا سكوسا قالت له لأ محشي قال الله يرزقك عن جد كان كتير انه مبسوط في الاكلة وطلعت غير شكل وهيك اخر شي قلت بعد هالجلي وهالمحشي وهالحوصة طول النهار بخت من فنجان قهوة ساويت فنجان قهوة اخر شي شربت قهوة عند المساء ولهون يا صبايا بيكون فيديو اليوم خلص بتبني يكون عجبكن وحبيته وكان خفيفة على قلوبكم بتمنى تدعموني بالاشتراك ولايك وتعليق حلو متلكون وبحبكن كتير كتير وبتمنى تفعلوا زر الجرس لحتى يصلكون ان شاء الله كل فيديو وتدعموني بتعليقاتكم حلوة بلايكاتكم حلوة باشتراكاتكم سلامت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر